هناك تركيز على شيء واحد فقط وهو كيف يستطيع النادي الأهلي المحافظة على كل البطولات خلال الفترة القادمة نهاردة عندي حلقة مهمة جدا 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 وعندي في خلال هذه الحلقة مفاجآت كبيرة جدا حلقة عن أو قضية البيت الكبير النهاردة حتكون قضية عن التحكيم التحكيم في مصر مع مجموعة من المحللين الكبار اللي حيكونوا موجودين معنا حنتكلم عن هذا الأمر ولكن عندي خلال الحلقة نفسها مفاجآت كثيرة جدا فخلينا أقول لحضراتكم أن آخر حاجة يعني وبعد كده نطلع فاصل الكابت الخطيب بيتسلم جائزة إبراهيم حجازي الله يرحمه أستاذنا العظيم أستاذ إبراهيم حجازي إنجاز العمر الحقيقة ملك إفريقيا المتوج أينما حل اسمه وتواجد كل من ينتمي لكيان النادي الأهلي لابد أن تكون الهيئة والبصمة الحمراء لها الأثر الأكبر أو الهيمنة هيكون لها الأثر الأكبر عشان كده بقول لحضراتكم ودايما بأكد أن الأهلي دايما في منطقة أخرى أو في حتة تانية عشان كده كان فيه سيطرة أهلوية على كل الجوائز لدير جست للأفضل في الشرق الأوسط حيث تم تكريم النادي الأهلي كأفضل نادي مصري للعام الماضي كما تم تكريم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على جائزة حلم العمر تقديرا على مشواره في الملاعب الرياضية حصل النجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة السابق للنادي الأهلي على جائزة أفضل مدير كرة للموسم الماضي وتواصلت الهيمنة الأهلوية على حصد جوائز بحصول النجم محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي على جائزة أفضل حارس مرمى للموسم الماضي استلامها كابتن زكريا ناصف نيابة عن الشناوي وحصل نجم القلعة الحمراء كابتن حسين الشحات على جائزة أفضل لعب للموسم المنتهي كما تم الإعلان عن التشكيل المثالي زي ما حضراتكم شايفين للدور المصري لهذا الموسم جاءت كالتالي حراسة المرمى محمد الشناوي علي معلول محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم محمد هاني مروان عطية كان أيضا حصل على جائزة أفضل لعب خط وسط في الدوري بعد أن حجز مقعدا أساسيا في تشكيلة المارد الأحمر في فترة قصيرة أيضا سيطرة في خط الوسط إضافة طبعا حمد فتح المنتقل لصفوف الوقرة القطري وتحت راس حربة حسين الشحات وأيضا حصل محمد هاني الظاهير الأيمن لنادي الأهلي على جائزة أفضل باك يمين للموسم الماضي ويستحق الحقيقة أيضا تم تكريم كابتن محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي كأفضل مدافع أول للموسم السابق وجاء بجانبه كابتن ياسر إبراهيم كأفضل مدافع ثاني النادي الأهلي بيهيمن على كل شيء في كل أعتقد لأن النادي الأهلي يستحق لأن النادي الأهلي فاز بكل شيء هذا الموسم وبالتالي النادي الأهلي يستحق كل التحية وكل التقدير الحياة النهاردة علشان عندنا حلقة مهمة جدا وفيها زي ما قلت لحضراتكم مفاجآت كثيرة جدا جدا خلينا نطلع نشوف تقرير عن أهم الأخبار المحلية والعالمية وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل النجوم كابتن عادل عبد الرحمن كابتن ناصر عباس أستاذ عصام شلتوت أستاذ أيمن جيلبرتو في ضيافة البيت الكبير ترجمة نانسي قنقر